مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أحدث أخبار اليوم إسبانيا تريد فسخ العقد مع سونتراك والوزير الأول جراد يشدد على وجوب تركيز على تعليم الإنجليزية والصينية البداية مع رغبة إسبانيا فسخ العقد مع سونتراك الذي يخص استيراد الغاز الجزائري ويعود السبب وراء الخارج المفاجئة لكون سونتراك تبيع إسبانيا الغاز بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 دولارات بينما إسبانيا أعلنت أنها سلقت عرضا مغريا من أمريكا حيث عرضت أمريكا على إسبانيا بيعها الغاز بـ 2 دولار فقط لهذا يبدو أن إسبانيا أعجبها العرض الأمريكي وتريد الاتجاه إليه حيث تواعدت باللجوء إلى تحكم الدولي من أجل فسخ عقد إمداد بالغاز مع الشركة الجزائرية للمحروقات سونتراك إذا لم يتم وراجعت الأسعار التي تفرضها الشركة الجزائرية سونتراك على إسبانيا في بيعها للغاز هذا وفي خبر منفصل كشف الوزير الأول عبد العزي جراد أنه يتوجب التركيز أيضا على تعليم اللغتين الإنجليزية والصينية الإنجليزية لأنها لغة عالمية ومهمة كثيرا لكل فرد بكل المجالات وحتى التعاملات كذلك الصينية من أجل الاستفادة من التجربة الصينية التي وصفها بالمميزة وكمبادرة أولى من خلال القناة الموجهة للطلب والتلاميذ لفهم التقافة الصينية وكيف يفكر الإنسان الصيني لأنها تجربة مميزة خصوصا وأن الصين دولة رائدة بكل المجالات واتجاه شبابنا لتعلم اللغة الصينية يمكنه من الاستفادة من تجارب هذه الدول للنهوض بالجزائر أيضا ترجمة نانسي قنقر